معنا من هناك مراسل الإخبارية عبدالعزيز الموانع أهلا بك عبدالعزيز ما الذي سيبحثه وزراء الخارجية اليوم؟ مساء الخير على السادة المشاهدين مساء الخير على الزملاء في الستوديو أيضا كما ذكرت سوف يعقد بعد قليل الاجتماع الوزاري 147 على الوزراء الخارجية بدول بجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سوف يتم مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأيضا البحث في مخرجات القمة السابقة التي انعقدت في الخامس من يناير في محافظة العلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي عقدت في الخامس من يناير الماضي أيضا في ذات السياق ذكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ نايف الحجرة فأن هذه القمة سوف تركز بشكل أكبر على المخرجات الأساسية لتلك القمة وأيضا البحث بشكل مفصل أكثر حول تلك النقاط التي خرجت من قمة العلا وأيضا التركيز على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأيضا بالشركات حتى مع الدول المجاورة وأيضا حتى التكتلات العالمية أيضا هذه القمة كما تعلمون هي تعقد في ظرف استثنائي بالتزامن مع وضع جائحة كورونا على مستوى العالم أيضا لبحث حتى تداعيات هذه الأزمة اقتصاديا على دول مجلس التعاون أيضا من الناحية السياسية سوف يتم أيضا البحث في الأمور المتعلقة بالتدخلات الخارجية وأيضا الوضع الإيراني في المنطقة والتحديدات التي تشكلها على دول المجلس من قبل الميليشياء التابعة لإيران كل تلك المواضيع سوف تكون مجدولة ومطروحة على طاولة وزراء الخارجية اليوم في اجتماعهم المئة والسابع والأربعين طبعا الآن نكتمل وصول وزراء الخارجية إلى مقر انعقاد هذا المؤتمر طبعا بانتظار بدئه وسوف ينقل بإذن الله مباشر على شاشة الإخبارية لمشاهدين الكرام هذا كان كل ما يخص هذا المؤتمر في هذه اللحظة بإذن الله إذا انتهى المؤتمر وسستطعنا أن نحصل على العديد من النقاط وإذن نحصل على العديد من الأخبار سوف نوفيكم فيها بإذن الله خلال الساعات القادمة نعم سنكون على تواصل معك عبد العزيز الموانع مراسل الإخبارية من الرياض شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك